سلم وسيد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفعنا سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام عايز أقول لكم ده سوبر المنشطات للزمالك سوبر العار للزمالك أنباء قوية جدا عن تعاطي سلاس من لعيب الزمالك للمنشطات في مباراة كأس السوبر الإفريقية الأخيرة ضد الأهلي في الرياض فحص العينة الأولى بعد مباراة السوبر الإفريقي التي أقيمت يوم 27 سبتمبر في الرياض بين الأهلي والزمالك واللي انتهت برقلات الترجيح لصالح الزمالك بعد التعادل واحد واحد في الوقت الأصلي الفحص أثبت وجود نسبة من المواد المنشطة عند سلاسة من لعيب الزمالك من أصل أربعة عمل فحص للمنشطات اللجنة الطبية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم أفلت على الموضوح تماما تماما وعملت العينة الاحتياطية لللاعبين الثلاثة لواحد من أكبر مراكز فحص المنشطات في برشلونة في أسبانيا للتأكد من النتيجة للعينة الأولى وللتأكد من وجود المنشطات في العينات الاحتياطية للاعب الزمالك التلاتة قبل ما يعلنوا الخبر ويوقعوا العقوبة للأسف في الألعاب الجماعية تعاطي اللاعبين للمنشطات ورغم أنه يحق يعني حاجة ضخمة جدا وتوريطة ضخمة للفريق في المنشطات لكن هذا الأمر لا يلغي أبدا نتيجة المباراة ولا يلغي أبدا نتيجة البطولة ولا يغيرها أقصى عقوبة ممكن توقع في هذه الحالة هي غرامة على النادي وإيقاف اللاعبين المتورطين وفقا لحجم ونوعية المواد المنشطة اللي موجودة عنده لكن في حالة سجوط تعاطي لاعب الزمالك للمنشطات هيرتبط فوزه بسوبر إفريقيا 2024 بعار المنشطات زي ما ارتبط سوبر إفريقيا 1994 مع الزمالك بعار الحكم الجنوب إفريق المرتشي بوتروس ماتابيلا في خطوة إيجابية محترمة جدا من الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وأحد أبرز نجوم الرياضة في العالم وليس في مصر وحده كابتن محمود الخطيب قرر فرض حظر إعلامي على كل الإعلاميين في كرة القدم في النادي الأهلي على شركة الكرة وعلى لجنة التخطيط وعلى المدير الرياضي وعلى الجهاز الفني وعلى الجهاز الطب وعلى اللاعبين وعلى الجميع حظر تام بعد الفوضى اللي أطاحت باستقرار الأهلي في الأيام الأربع الأخيرة الفوضى التي تسببت في تشتت غير مسبوك صحيح القرار متأخر كم يوم لكن تطبيقه مهم جدا تمام وتبعيته مهمة جدا للجميع عايز أقول لكم للأهلي قلت إن انفجار الإعلامي ده جديد على النادي الأهلي ياريت كمان نقفل على التدريبات ياريت كمان لأن التصوير والإعلاميين في التدريب بيفقد اللاعبين جزء كبير من تركيزهم وتبقى عين اللاعب على الكاميرات وبيبقوا مش عايزين يغلطوا وعايزين يدوب يعني اللبسوهم كده أو لمستهم من الكرة تبقى بالشوكة والسكينة والحاجات دي مش موجودة في الكرة ولا في التركيز لغاية مباراة كأس السوبر المصرية عشرين واربع وعشرين أكتوبر في أبو ظبي باقي سبعة أيام فقط على صفر بعسة الأهلي إلى أبو ظبي من فضلكم اقفلوا التدريبات ومنعوا الكاميرات طبقوا شعار النادي الأهلي التاريخي الأهلي فوق الجميع طبقوا جوى النادي اللي فيكم عنده علاقة أو اتصال بالكابتن محمد رمضان المدير الرياضي الجديد في النادي الأهلي بلغوه اتصلوا بيه كلموه قلوله يقفل التدريبات قلوله ينزل الستائر ويمنع الصحفيين ويمنع المصورين ويمنع القنوات احنا دخلين على معمع قروية إيلة قوي وكلكم عارفين محدش بيرحم محدش بيرحم على الإطلاق كان من ردود الفعل الإيجابية من إدارة الأهلي على يعني على اللي احنا قلناه قبل كده اللي اتكلمت فيها عن الفوضى الإعلامية جديدة داخل الأهلي الحمد لله عدو مجلس إدارة النادي الأهلي محمد الضماطي ظهر في قناة الأهلي وقال أن ظهوره بالأمس يهدف للإعلان عن إغلاق كل الملفات والتفرخ تماما في النادي الأهلي للمواجهات الرياضية الكبرى التي فيها كأس السوبر المصرية للأبطال في أبو زابي ضد السراميكا ثم ضد الفائز من الزمالك وبراميدز كمان الأهلي عنده إن شاء الله اعتبارا من بكرة كأس أندية إفريقيا لكرة اليد في مدينة العيون في المغرب بإذن الله كل توفيق كل مباراة كأس السوبر المصرية في أبو زابي الأبطال هتقام من شطين وفي حالة التعادل تحسن مباشرة برقلات الترجيح زي السوبر الإفريقية اللي المباراة نهائية فقط المباراة نهائية الساعة 8 مساء في ملعب محمد بن زايد في أبو زابي هتكون من شطين وإذا استمرت تعادل بنهاية الشطين تمام هتلجأ لشطين إضافيين من 30 دقيقة متأسنين ثم إلى رقلات الجزاء الترجيحية إذا استمرت تعادل كلكم فاكرين طبعا إن المباراة نهائية لكاس السوبر السنة قبل اللي فاتت مش اللي فاتت كانت بين الأهلي وبرامدز فأبو زابي برضو وانتهت بالتعادل صفر صفر وكان الحكم محمود البن وامتدت المباراة لشطين إضافيين سجل فيها الآهل هدف الفوز وتوقب البطولة من فضل الله من فضل الله نترك سوبر الأبطال وننتقل سريعا لسوبر القرار أرقرات الثلاثة أفريقيا وأسيا وأوكيانوس مباراة القرن الحققية اللي في ربع نهائي كأس أندية العالم بين الأهل المصري باطل إفريقيا والعين الإماراتي باطل آسيا في استاد القاهرة يوم 29 أكتوبر مباراة الدكتور سعد شالبي مدير عام النادي الأهل استقبل وفد على مستوى رفيع من نادي العين الأماراتي في مقر الأهل في الجزيرة وتم تربية كل طلبات نادي العين دون أدنى تقليل أو أدنى تفاوض نادي العين طلب أماكن لكبار الضيوف في المأصورة الزجاجية الرئيسية والأهلي لبت طلب فورا وطلب كمان أماكن إضافية في المأصورة الشرفية والأهلي لبت طلب تماما وطلب 300 تسكرة في المدرج الرئيسي في الـ IBL تحت المأصورة مباشرة والنادي الأهلي لبت طلب ب300 تسكرة وبعدين طلب 2200 تسكرة لجمهوره في مدرج الدرجة الأولى والأهلي لبت طلب 2500 تسكرة في الدرجة الأولى والمدرج الرئيسي تحت المأصورة بالإضافة لكل الأماكن اللي طلبوها في المأصورة الزجاجية والمأصورة الشرفية إحنا الأهلي يا جماعة إحنا الاحترام فعلا النادي الأهلي بيعرف يستقبل ضيوفه أحسن استقبال نتائج المباراة ما بتهمش يعني ما بتئزيش العلاقات الطيبة هي اللي بتدوم والنادي الأهلي بيقدم بكل ترحاب لضيوفه كل الإمكانيات التي يملكها مران العين هيكون في استاد القاهرة يوم 28 أكتوبر الساعة 8 مساء في نفس موعد المباراة والأهلي هيترك استاد القاهرة تماما لنادي العين يتمرن فيه عشان كده أحمد الشمسي مدير نادي العين طلع وقال كلام جميل ردا على مبادرة الأهلي قال إن المباراة من الأهلي والعين مباراة رياضية بالناديين كبار أثبتوا جدرتهم عالميا وقريا أن العين جاي القاهرة لكي يفوز وإذا فاز يعني أو مفسي النادي الأهلي سيكون مسؤول وجمهور العين أولا أول من يصقف للنادي الأهلي وأول من يدعم النادي الأهلي في بقية مباراته في كأس أندية العالم بإذن الله تعالى كأس انتر كونتيننت ده بالنسبة لقصة محمود بنتيك وقصة النادي الأهلي والصبر المصري وقصة الأهلي والعين الأماراتي والوفد اللي جيه النادي الأهلي وكان استقبال جميل جدا من مجلس إدارة النادي الأهلي والستاذ سعد الشلبي وتم تلبية كل طلبات مسؤولين العين إلى مراتي قلنا من وجهة نظرك هل قصة محمود بنتيك قصة مفبركة ولا قصة حائية وهل يحق للنادي الأهلي المطالبة بكأس السوبر الإفريقي في حالة وجود ثلاث لعيبة يطعط المخدرات ولا لا أنا بشكركم شكرا جزيلا على استماعكم للحلقة بالكامل ولو جديد معايا كمّل يعني استرك في القناة وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد أنا بشكرك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته